مجددا أهلا بكم إلى فقراتنا الأسبوعية وقراءة في الصحافة العالمية مع ضيفتنا الكاتبة الصحافية نادية أبو المجد أهلا وسهلا بك أهلا بك البداية مع صحيفة والوستريت جورنال الأمريكية التي تناولت الأزمة في السودان وكتبت تحت عنوان الانقلابات العسكرية في أفريقيا في أوجها منذ نهاية الاستعمار وذكرت الصحيفة عن دبلوماسيين ومحللين قولهم أن السبب الارتفاع في الانقلابات هو أن رغبة عدد من القوى الدولية في التعامل مع الأنظمة الدكتاتورية قد خفض من الكلفة المحتملة لتغيير النظام يعني عملت كأنه رصد لفكرة أنه الانقلابات في أفريقيا هي بتقول الصحيفة في هذا التقرير أنه هي الأعلى منذ التمانينات وكأننا عدنا للسبعينات وهي الفترة التي تلت تحرر معظم الدول الأفريقية هناك أسباب لذلك يعني كما ذكرت فكرة أنه هناك استعداد لدى عدد من القوى الدولية غض الطرف والتعامل مع الأنظمة الاستبدادية لكن هناك أيضا أسباب داخل هذه الدول فكرة يعني يعتبر كأنها قواسم مشتركة فكرة الفقر سوء الحوكمة سوء نظام الحاكم يعني في هذه الدول والتدخلات الاجنبية وطبعا المشاكل الاقتصادية زادت وطأتها بسبب أزمة كورونا وطبعا كما رأينا في السودان وعدد من الدول الأخرى السودان هي الدولة الرابعة التي حدث فيها الإنقلاب هذا العام بالنسبة لأفريقيا فهي أنه السبب في أن هي يعني بتفضل تحاول أنها يعني أنه زي ما قلنا الأسباب التي هي سمحت بغياب هذه الدوافع أنه منع الأسباب أنه في فكرة أنه التعامل معها فهو يقوله أنه بالنسبة للسودان عندما نعود إلى السودان أنه قام الجنرال البرهان بعدد من الخطوات الجيوسياسية التي وصفت تقرير بالجريئة بأنه كأنه أعطى تطمينات للمبعوث الأمريكي بأنه لن يستولي على السلطة هذا يوم واحد قبل 25 أكتوبر الذي تم الاستيلاء فعلا على السلطة كما أنه زار مصر للتأكد من أنه سيحصل على دعم عندما يقوم بانقلابه وهو ما حصل عليه بالفعل لكن هذه أحد الأسباب أو التشابهات مع مصر لكن هناك ظروف أخرى مختلفة عن مصر سنناقشها في التقرير بالفعل نتحدث عن السودان الباحث والكاتب يزيد الصائغ كتب في موقع ميدل إست آي تحت عنوان لماذا قد يفشل انقلاب البرهان في السودان وذكر الصائغ في مقاله أن البرهان يواجه عددا من التحديات من بينها أنه يواجه صعوبات في السيطرة الكاملة على القوات شبه العسكرية وبعض أجهزة الاستخبارات وكذلك النهوض بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات إذن هذه المبررات في هذا التقرير الباحث يزيد الصائغ يعقد مقارنة بين انقلاب السودان يوم 25 أكتوبر 2021 والانقلاب في مصر في 3 يوليو 2013 لكن يقول على قد ما هناك تجابهات حتى تتضح من الهتفات بعض الثوار في السودان اللي هو الهتف الشهير إما النصر وإما مصر إلا أنه هناك عدد من التحديات المختلفة جدا التي تواجه البرهان في السودان ذكرت بعضها فكرة أنه هناك يجب عليه أن يحافظ على هذا التحالف الهش والعلاقة الليست بالسهلة مع حمدتي وفكرة الميليشيات المسلحة وشرق السودان وكل هذه المشاكل التي لا توجد مثيل لها في مصر وأيضا فكرة أنه عدم موجود جيش موحد والشيء الآخر فكرة أنه السودان تعاني بشدة من اقتصادها يعاني غير أنه التضخم وصل 400% يعني اقتصادها يعاني بشدة من العقوبات على مدى العقود الماضية فهذه كلها تحديات تواجه البرهان وهو يرى أنه بسبب أيضا الضغوط الغربية عليه سواء البلاد المتحدة سواء الاتحاد الأوروبي وهو بطريقة طبعا كما نرى أشد بكثيرا مما حدث في الحالة المصرية فلذلك هو يرى أنه قد يفشل هذا الانقلاب في السودان وطبعا هذا التقرير كتب منذ يومين ونحن نرى التطورات الأخيرة فكرة البيانة التي صدر من الخارجية الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات وكلها تحركات ضد هذا الانقلاب فهذا مما يعزز أنه ربما يفشل هذا الانقلاب صحيفة بوليتيكو تحدثت عن قمة الديمقراطية التي ينوي رئيس الأمريكي جو بايدن عقدها تحت عنوان قمة بايدن الكبرى عن الديمقراطية عبارة عن حقيبة من الأفكار الغامضة وذكرت الصحيفة أن المساعدية الرئيس الأمريكي يعملون في سرية حول أجندة القمة المزمع عقدها يوم التاسع من ديسمبر ولم يتم الأعلان حتى الآن عن قائمة الحكومات المدعوة فيها فيما شكت منظمات المجتمع المدني من تجاهلها لماذا هي حقيبة أفكار غامضة لأنه ما زالوا يعملون على الأجندة بتاعة هذه القمة وهي كانت من المهمة التذكير أنها كانت أحد وعود بايدن الانتخابية فكرة أنه في خلال العام الأول من حكمه أنه سيعقد هذه القمة الديمقراطية الكبرى للدول الديمقراطية وفكرة أنه دعم منه للديمقراطية في العالم ومن المفترض أنه في هذه القمة يتم تداول أنه كيف الرؤساء المنتخبون يتعاملون مع التحديات التي تواجههم مع الاستبداد مع محاولات الانقلاب عليهم وما إلى ذلك هو الحقيقة أنه لم يصدر رسميا قائمة الحكومات المدعوة ولكن بوليتيكو تقول أنها حصلت على وثيقة تظهر هذه الدول هي بتقول أنه إلى الآن 108 دولة ليس بينهم غير دولة عربية واحدة هي العراق وهناك إسرائيل أيضا وتم سبعاد عدد من الدول الأخرى ومن ضمنها تونس التي تقول الصحيفة أنها لم تعد ديمقراطية مؤخرا بعد أيضا الإجراءات الأخيرة اللي فيها لكن يعني هم مازالوا يعملون على هذه الأجندة منظمات المجتمع المدني بيشتكوا أنهما حسين أنهما لن يأخذوا المساحة التي يريدونها وهناك أيضا يعني انتقادات لبايدن أنه رغم أنه هو سيعقد هذه القمة فكرة أنه من خلال السياسة الخارجية خلال العام الماضي لم تظهر أنه كان يتعامل بالشدة التي كان يتوقعها البعض أو كان بشر بها عندما كان يعني خلال حملته الانتخابية أنه إلى حد ما أحيانا يبدو كأنه يتعامل مع أنظمة أنظمة سلطوية ومستبدة نعم صحيفة تايمز البريطانية تحدثت عن مجمع السجون الجديد في مصر تحت عنوان مجمع السجون الجديد بمصر أفضل من سكان المصريين ما الفكرة نادية؟ يعني طبعا هو يتحدث على الفيديوهات التي تم عرضها لهذا مجمع السجون الذي يمتد على حوالي ربعمائة فدان مجمع السجون الجديد في طرق يضم عدد كبير من السجون والعيادات والمطاعم والملاعب وما إلى ذلك فهو يقول أنه من الصور التي تم عرضها أنه يبدو أن هذا السجن يعني شكله ووضعه أفضل في كثير من كثير من بيوت أو سكن للمصريين وهو يقول أنه البعض تعامل مع ذلك سيخن ويذكر هذا التقرير أنه كان هناك كاريكاتير يعني على أنه في شخص يريد أن يتسلل حتى ينضم لهذا الذي يسكن هذا المكان الرائع إلا أنه أحد الحراس قال له أنه كامل العدد لكن بعيدا عن السخرية هو يقول أنه الحقوقين عندهم انتقادات جدة على ما رأيناه في هذا الفيديو أول حاجة هذا التقريب يذكر بأنه يعني أنه أوضاع السجون في مصر هي مكتظة هي قادرة جدا هي أوضاحة ضد حقوق الإنسان وهو يذكر بأنه الرئيس الراحل محمد مرسي قضى بعد ست سنوات في هذه السجون وغيره كثير طبعا وهناك عشرات الألاف من السجون ففكرة أن الحقوقين بتحدثوا على أنه مش بس المشكلة كانت مع وضع السجون اللي هي الوضع الحياتي لكن فكرة ما زال لم يعني هذا التحسن لم يمتد لي الإجراءات التي يراها البعض أنها تعصفية أو هي خارجة عن نطاق القانون هذا هو يعني واستشهد به أحد زي دكتورة ليلة سويف هناك يعني ابنها وابنتها في السجن ترى أن هذا مجرد دعاية تحدث أيضا التقرير مع خالد داود وهو كان سجين سابق في السجن وهو بيقول أنه بكى عندما رأى هذا الفيديو والأغنية بتاعة فرصة الحياة لأنه قضى ثمانية عشر شهرا لم يرى كان في ظروف مختلفة تماما عن هذه الظروف التي رأيناها في هذه الفيديوهات وهذه الأغنية رغم أنه بيقول أنه أيضا كمسجون سياسي كان محزوز عن الكثيرين من الألافات الموجودين في السجون صحيفة هارتس الإسرائيلية تحدثت عن تحليل لها عن أزمة شركة التجسس الإسرائيلية نسو تحت عنوان وضع شركة التجسس الإسرائيلية نسو على القائمة السوداء للولايات المتحدة قد تكون نهاية الشركة كما نعرفها يعني بعدما كان اشتهرت جدا هذه الشركة وبرنامجها الشهير بالإنجليزي يعني اللي هو شهرة سلبية فكرة أنه هو الذي تجسس على عدد من المسؤولين على أعلى المستويات في سواء دول عربية أو دول أجنبية بجانب صحفيين حقوقيين معارضين وما إلى ذلك ومما تسبب في الضرر إليهم أن هذا الحظر يعتبر نهاية الشركة كما نعرفها لأنه الآن لن تستطيع الشركة أن تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الأخرى التي تتعامل مع الشركة أنها ستكون مشكلة بالنسبة لها لو استمرت في التعامل بعدما وضعتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء فبيقول أنه ربما تكون هذه نهاية الشركة كما نعرفها وخصوصا أنه الشركة أصلا بدأت تعاني من مشاكل من قبل هناك انقسامات داخلها هناك عدد من الموظفين لم يعودوا يريدوا العمل بها تم أصلا قبل أن تحضرها الولايات المتحدة هي قيادة عملها في عدد من الدول الأوروبية فهي لن تعود كما كانت وإذا أنها نجت من هذه الضربة كما يقول فإنها يجب عليها أن تعيد إنتاج نفسها إن استطاعت أو إن نجت وهذا مثار شك لأنه من الصعوبة بمكان أن تستطيع أن تعيد إنتاج نفسها أو تكون مقبولة بعد كل هذه السمعة السياءة وبعد هذه الإجراءات الشديدة ضدها من عدد من الدول ليس أفقد الولايات المتحدة لكن أيضا في أوروبا نعم الكاتبة الصحفية نادية أبو المجد شكرا جزيلا لك على هذه المطالعة الصحفية المسائية مستمرة وبعد الفاصل يلتقيكم الزميل مصطفى عشور أستاذ مباشر وفيه الأهل يفوز على الزمالك في قمة الكرة المصرية والسد القطري وافقوا على انتقال المترجم للقناة